موسيقى مساء الخير ثلاث دول غير عربية تلعب أدوارا أساسية شئنا أو أبين في تحديد مصير ومصاري منطقتنا إيران تركيا وإسرائيل واهتمامنا بدواخل هذه الدول الثلاث هو تمرير يصب في قلب اهتمامنا براه ومستقبل عالمنا من مشرقه إلى مغربه من محيطه إلى خليجه إسرائيل تحتل أراضي عربية ولأن تراجعت قضية فلسطين في أولويات الهم العربي العام وتفاقم هذا التراجع ذو ما قيل أنه ربيع عربي فأن أولوية إسرائيل بالمقابل وللمفارقة هي هنا في هذا المحيط العرم العمليات العسكرية الإسرائيلية طالت في الآوينة الأخيرة العراق والسوريا ووصل توتر سلوكها إلى حدود الحرب الكبرى ضد لبنان حكي أسابقا عن علاقات نسجتها إسرائيل مع كردستان العراق ومع جنوب السودان ودول القرن الأفريقي وأنها تخترق القارة الأفريقية وتهدد في استراتيجيتها المتصاعدة ضد إيران أمن المنطقة برمتها نهيك أن علاقاتها مع العرب تترنح منذ اتفاقية كام ديفيد مع مصر ووادي عربة مع الأردن فيما اختراقاتها بقيت تجربية محدودة على الرغم من ضجيج عن تطبيع مزعوم إسرائيل تحظى برعاية غير مشروطة من قبل واشنطن أي أن كانت هوية إدارتها تحظى بضعم واضح من روسيا وأوروبا والصين وبالتالي شأن أو أبين إسرائيل منذ نشوئها هي جزء من يوميات المنطقة برمتها واهتمامنا بالانتخابات التي تجريها بعد أيام هي من ضمن منطق معرفتنا الضرورية بتطور سيتداعى على منطقتنا هو مجهر وجب تسليطه على النقاش الداخلي بمناسبة هذه الانتخابات مجهر على أسئلة حول مصير نتنياه وتيار اليمين الذي يدعمه وحول حيوية وسط يطرح نصوصا جديدة داخل الجدل الجواني الإسرائيلي مجهر أيضا على أسئلة حول ذلك اليسار الإسرائيلي الذي يصطفيق بصعوبة من غيبباته مجهر أيضا على أسئلة حول قوة أهلنا في فلسطين 48 في إخدامهم أو تحفظهم على أو عزوفهم عن المشاركة المشاركة في هذه الانتخابات التي تعنيهم أيضا أو قد لا تعنيهم أبدا فالأمر ببساطة تسليط لمجهر على الانتخابات الإسرائيلية كي نفهم ببساطة مألات ذلك على علامنا نقاش أبعاد لهذا المساء مع البروفيسور كامل الحواش نائب رئيس مجلس السياسات الفلسطيني البريطاني من الخليل عادر شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي من رام الله دكتور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس ومن غزة دكتور سوفيان أبو زايد الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية ومن عكا عبر سكايب الأستاذ أنتوان شلحة أرخبير في الشؤون الإسرائيلية مجهرون على الانتخابات الإسرائيلية مع هذا الفصل أهلا بكم من جديد قبل الانخراط في النقاش مع ضيوفنا تقرير مشاهد وسويا عن هذا المشهد الانتخابي الجاري حاليا في إسرائيل لم تتغير خارطة القوى السياسية في إسرائيل عن تلك التي خيضت وفقها انتخابات نيسان إبريل الماضي وبالتالي لا شيء يوحي حتى الآن أنه سيكون بالإمكان الخروج بإتلاف يستطيع تشكيل حكومة تجري الانتخابات يوم الثلاثاء وسط نفس الانقسامات التي أفشلت الانتخابات قبل عدة أشهر وربما أن الخشية هنا من الذهاب إلى انتخابات مسبقة ثالثة قد تحضر المسرحة لتسويات جديدة في الجديد أن حزب أزرق أبيض القوى الرئيسية المنافسة لحزب الليكود مستعد أن يأتلف مع الليكود في حكومة لا يرأسها بن يمين نتنياهو نتنياهو من جهته غير مهتم إلا بتشكيل حكومة مع من يصفهم بالشركاء الطبيعيين وهم ائتلاف الأحزاب الأصولية الدينية والصفقة بسيطة يمنحهم ما يريدون في الفضاء الاجتماعي يعطونه ما يريد في الفضاء السياسي في الجديد أيضا حصول تفاهم أولي بين حزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانس وحزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفكدور لبرمان قد يتطور لاحقا إلى تحالف الممكن في وجه الليكود بعد الانتخابات وفي الجديد أيضا وأيضا محاولة لتوحيد يسار متصدع بقيادة أيهود باراك تحت مسمى المعسكر الديمقراطي تحريا لفرض نفسه صوتا مؤثرا عند تشكيل الحكومة خصوصا إذا محتاج حزب أزرق أبيض للتحالف مع بعض الأحزاب لتشكيل الحكومة على أن حملة نتنياهو تنهل من الخارج يعول الرجل على علاقة مميزة له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلاقة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعله في ذلك ينهل من أصوات المهاجرين الروس وفي السيناريوهات أيضا أن يقوم تحالف محتمل بين الحزبين الرئيسيا الليكود والأزرق أبيض يذكر بتحالف عام 1984 بين إسحاق شامير زعيم الليكود أنذاك وشمعون بيريز زعيم حزب العمل الذين اقتسما بالتساوي بينهما ولاية منصب رئاسة الحكومة على أن هذا الصخب البيتي الإسرائيلي يؤسس لصناعة السلطة في إسرائيل تلك التي تنتظرها واشنطن للإفراج عن صفقة القرن والتي قد لا يفرج عنها أبدا أنتقل إلى عكا مباشرة مع الأستاذ أنطوان شلحة هو الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيكون معنا من هناك عبر سكايب أستاذ أنطوان أهلا بك طبعا نحن نحاول أن نفهم أكثر أكثر هذه الفسيفساء الداخلية الإسرائيلية بين ما يسمى يسار ما يسمى يمين ما يسمى وسط هل هذا المشهد الحالي بإمكانه أن يكون شيء آخر شيء جديد أم أنه نفس الشيء لكن بواجهات مختلفة أنا أعتقد أنه شيء جديد ما يتضح من المشهد السياسي الحزبي الإسرائيلي الآن هو أن هناك يمينا واضحا وهناك وسطا متذبذبا وأقرب إلى اليمين أما اليسار فباعتقاد الشخصي أنه في هذه الانتخابات تبخر كليا يعني عندما نقول اليسار نحن نقصد على وجه التحديد مصطلح اليسار الصهيوني الذي كان يمثل عليه حزبان رئيسيان الأول هو حزب العمل الذي تبخر منه هذا المصطلح منذ فترة والثاني هو الحزب الأصغر وهو حزب ميرت وهو الحزب الوحيد بالمناسبة الذي يتبنى مقاربة أقرب إلى المقاربة الفلسطينية هي ليست المقاربة الفلسطينية بحدثيرها فيما يتعلق بالتسوية السياسية ما حدث في هذه الانتخابات كما أشير في تقريركم هو أن حزب رئيس الحكومة السابق إهود باراك المسؤول الرئيسي عن انفجار التسوية السياسية وعن المقولة التي فجرت هذه التسوية وهي أنه لا يوجد شريك فلسطيني تلعى حزب ميرت ضمن ما يسمى بتحالف المعسكر الديمقراطي وهناك تفصيل مهم في هذا التحالف هو أن هناك ثلاثة وجوه في هذا التحالف كل وجه منها مسؤول عن جانب معين باراك هو المسؤول عن الجانب السياسي ورئيس ميرت سميتسان هورويتس مسؤول عن ما يسمى بعلاقة الدين والدولة وهي محور مهم في هذه الانتخابات وهناك عدو كنيسة انشقت عن حزب العمال وانضمت إلى المعسكر الديمقراطي اسمها ستاف شفير مسؤولة عن ما يسمى بموضوع البيئة وما يسمى بكل السياسة الخطرة بهذا المعنى نحن إذا مشهد يسيطر عليه اليمين ويقرر أجندته السياسية ربما من الألف إلى اليوم ممكن أن نشهد معك أستاذ أنتوان طبعا هي مجموعة من عرض البروفايلات لكل هذه التشكيلات سواء كانت وسط أو يمين أنا يهمني أيضا أن أفهم منك لاحقا موضوع الأزرق والأبيض وموضوع العلاقة مع اليمين الديني يبدو هناك نقاش حول هذه المسألة بروفيسور كامل حواش أهلا وسهلا بك طبعا من خلال مطالعة الأستاذ أنتوان واضح جدا أن بيع الأصوات أو تسويق الأصوات في إسرائيل هو ليس من أجل العلاقة مع الآخر هو كيف ندمر الآخر الكل يتنافس ويزايد في مسألة أن نحن نريد أن نضرب حماس أو نضرب حزب الله أو نضرب الدولة الفلسطينية أو حتى نضرب اتفاقيات أسلو إلى هذه الدرزة هذا المجتمع ينحرف من انتخابات إلى أخرى من يمين إلى يمين أقصى نعم ففعلا الكلام عن يسار تسأل ماذا يعني اليسار هو فقط يسار عن اليمين اليمين هناك أيضا طبعا هناك من يريد أن يدمر نتنياهو نفسه ففعلا هو التوجه إلى التصعيد مع الجميع إن كانوا الفلسطينيين أو حزب الله أو غيرها ولكن أيضا هناك من لا يريد لن يقبل أن يكون نتنياهو رئيسا للوزراء وطبعا أمامه تهم قد تنهال عليه يعني في بعض التحليل تقول كل هذه الانتخابات هي مصير نتنياهو هي حول مصير نتنياهو هذا ما أراه أنا يعني هو يراها أيضا مصيره يعني هو قبل كل انتخابات يحاول جهده أن يعني يهيج الشارع اليهودي ضد العرب المرة الماضية أو قبل الانتخابات 2015 قال العرب خارجون للتصويت أعتقد قبل أيام قال أن العرب هم يعني الخطر الاستراتيجي علينا فهذا دائما يقوم به يعني هي من عدة الشغل أو سوريا ضد العرب أصبحت من عدة الشغل بالضبط يعني وطبعا موضوع إيران هو أيضا شغله الشاغل وموضوع الوعد بأن سأقدم لكم يعني بما معناه إسرائيل الكبرى بإعلانه أنا وسوف يضم هور الأردن وشبال نعم نعم طيب إلى غزة دكتور صفيان أبو زايد حضرت كاتب ومتخصص في الشؤون الإسرائيلية من هناك من غزة طلع أحد الوعود الكبرى خلال الساعات الأخيرة لبني من نتنياهو وهو إسقاط حماس والقيام بعملية عسكرية كبرى ضد غزة هل حضرتك دكتور صفيان تراقب هذه الانتخابات أولا هل تراقبها باهتمام ثانيا هل لنتائج الانتخابات أي فائدة على العلاقة ما بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام نتنياهو ليس من الآن نتنياهو منذ أن انتخب في 2009 كان شعاره الانتخابي في ذلك الوقت هو اقتلاع حماس من الجذور وكان يأتي إلى المناطق الجنوبية المحاذية إلى قطاع غزة ويتوعد بأنه لن يتهاون في التعاون مع حماس ومع غزة وهو سيقتلع حماس من جذورها ولكن بعد عشر سنوات اتضح أن نتنياهو من أكثر المعنيين بالحفاظ على الوضع القائم في غزة لأسباب استراتيجية سياسية وليست أمنية سياسية بمعنى أن نتنياهو وجد في الانقسام الفلسطيني وفصل غزة عن الضفة ضخر استراتيجي يجب الحفاظ عليه وهو جاهز وتحمل كل الانتقادات من أجل التمسك بهذه السياسة وحتى تجاوز الإهانة التي تعرض لها يوم قبل أمس عندما كان في أحد المهرجانات الانتخابية هل كان لديك شكوك دكتور سوفيان تتحدث عن هذه الصواريخ هل كان لديك شكوك أن حتى هذه الصواريخ كانت خدمة له لا نريد أن ندخل في نظرية المؤامرة لكن وكأن هناك تبادل خدمات ما رأيك لا أنا أختلف لأنه بالنتيجة هي تضر به دعنا من الأهداف بالنتيجة هي تضر بنتنياهو والصورة التي نقلت أول أمسها ويعرأ إلى الملجأ كانت مسيئة له لأنه قدم نفسه على أنه مستر أمن في إسرائيل ومستر الأمن بعد عشر سنوات هو نفسه يهرب من هذه الصواريخ بغض نظر عن فعاليتها بغض نظر عن الأهداف التي تكون خلف إطلاقها ليس هذا هو موضوع النقاش ولكن الإجابة على هذا النقطة هل هذه الصواريخ تضر به نعم يتضر به وتضر به كثيرا والدليل على ذلك أنه حتى اليوم قبل أن يغادر إلى موسكو في مطار الليد كان توقف عند الوضع في قطاع غزة لأنه يعرف أن هذا الأمر قد يدفعه على الأقل مقعد أو مقعدين من حساب اليمين الإسرائيلي سأعود إليك دكتور سوفيا أستاذ عادل شديد أنت باحث في الشأن الإسرائيلي حضرتك تم موجود معنا في الضفة من الخليل أستاذ عادل هل لديك رؤية أخرى هل ترى المشهد بشكل آخر ما هو الجديد وما هو الممل أيضا في هذه الانتخابات يعني واضح تماما أن الانتخابات الحالية مهمة جدا وبتقدير تأثيرها أيضا على الداخل الإسرائيلي لا يقل أهمية عن ارتدادة وأثارها علينا كفرستانيين وعلى العلاقة العربية الإسرائيلية وخاصة أنه اليوم إضافي لما تحدث الإخوان والأستاذ أنطوان بالتحديد أنه غاب اليسار في هذه الانتخابات حتى ميريتس لم يتضمن برنامج ميريتس حل ما يسمى بالدولتين الذي مات قبل سنوات وكلمة الاحتلال غابت عن برامج الانتخابية بالتالي اليوم بالقراءة السياسية وبالمعنى السياسية تسميات يمين ويسار لم تعد تنطبق ولم تعد حاضرة بهذه الانتخابات هذا الجانب الجانب الآخر هو موضوع الأهم بالموضوع أنه اليوم الصراع ليس فقط كما يعتقد البعض حول شخص نتانياهو شخص نتانياهو مهم جدا اليوم الانتخابات الحالية جزء من المصوتين سيرذى بإما أنه لا يريد نتانياهو ويريده بالسجن وجزء الآخر يريد أن يمدد لنتانياهو لكن الأهم من ذلك أنه الانتخابات الحالية يحول هوية الدول يحول طبيعة الدولة علاقة الدين مع الدولة هل نحن أمام دولة إسرائيل كما يريد شركاء وحلفاء نتانياهو بالتيار الدين الصهيوني أستاذ عادل مهم هذا الموضوع سأعود إليك سأعود إليك سأعود إليك سأتحدث أكثر عن هذه العلاقة طبعا أنا فجأني هذا الموضوع أن بعض الأحزاب خصوصا موضوع أزرق أبيض وحزب ليبرمان يتبرعان بالحديث عن دولة مدنية أريد أن أذهب الآن إلى الدكتور سعيد زيداني وأستاذ الفلسفة في جامعة القدس هو معنا من رام الله دكتور سعيد زيداني من رام الله أيضا كيف تنظرون إلى هذه الانتخابات هل هي مهمة أو غير مهمة بالنسبة للفلسطينيين أم أنكم تضعون كل القوى السياسية في سلة واحدة يعني من الواضح أن في هذه الانتخابات يعني الأحزاب الناجحة هي أزرق وأبيض وإلكود وهناك تعادل بين هذين الحزبين كما أن هناك حسب الاستطلاعات والمعطيات تعادل بين المعسكرين معسكر اليمين واليمين المتطرف ومعسكر أزرق أبيض والأحزاب الوسط والإصار يشمل القائمة العربية المشتركة هناك تعادل ففي ظني أن الحكومة القادمة إما ستتشكل من قبل نتنياهو وأحزاب اليمين واليمين المطرف وإما أن ستكون حكومة وحدة وطنية بين أزرق أبيض والليكود بدون نتنياهو طبعا هذا يعني أول استنتاج لهذا السيناريو على كل حال أزرق أبيض قالوا أنهم ذاهبون إلى هذه أو يوافقون على هذه الحكومة الوحدة الوطنية لكن بدون نتنياهو لا أعرف حاليا إذا كان نتنياهو هو سيكون المقرر في هذا الشأن بعد الفاصل سنحاول أن نناقش أيضا الكتلة العربية مستقبلها وطبعا ناخب العربي أهميته في هذا الشأن لكن أيضا أريد أن أعرف أكثر ما الذي سيتغير في إسرائيل إذا لم ينجح نتنياهو أو إذا أقيمت حكومة بدون نتنياهو بعد الفاصل أبعاد في القسم الثاني مجهر على الانتخابات الإسرائيلية نريد نوعا ما أن نركز حاليا على هذا الحضور العربي فقط في موضوع الإحصاءات أن الإحصاءات تقول أن حوالي 6.400.000 ناخب إسرائيلي في الداخل الإسرائيلي هناك 5.800.000 ناخب منهم 97% من اليهود منهم 16% من العرب طبعا نسبة السكان العرب 20% لكن كتلة الناخب العرب 16% يعني يقال أن 16% تعادل 19 مقعدا علما أن أقصى شيء وصل إليه العرب على الأقل بانتخابات ما قبل الأخيرة كانت حوالي 13 مقعدا بعض العرب يعتبرون أنها ليست انتخابات مهمة بالنسبة لهم البعض يعتبر أنهم عازفون ولن يشاركوا في هذا الانتخاب طبعا مهمة الناخب العربي أو الأحزاب العربية هي دفع هؤلاء الناخبين العرب إلى الذهاب إلى هذه الانتخابات سنشاهد سويا تقرير سريع حول الحضور العربي المشارك في انتخابات إسرائيل يوم الثلاثة المقبلة هذه المرة اتفقت الأحزاب العربية الممثلة في الكنيسة الإسرائيلي على خوض الانتخابات العامة المقبلة بقائمة واحدة بعد أن كانت خاضة انتخابات أبريل نيسان بقائمتين منفصلتين وتسعى تلك الأحزاب من تلك الوحدة إلى رفع عدد المقاعد التي يفترض أن تأتي على حساب حصة أحزاب اليمين وأجمعت الأحزاب الأربعة على الالتزام الكامل بالقائمة المشتركة كخيار وحيد لخوض الانتخابات بغية تقوية التمثيل السياسي لعربي 48 والأحزاب العربية هي الحركة العربية للتغيير التجمع الوطني الديمقراطي الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وكانت الأحزاب ذاتها قد خاضت الانتخابات بقائمة واحدة في العام 2015 وحصلت على 13 مقعدا لكنها خاضتها بقائمتين في الانتخابات الأخيرة وحصلت على 11 مقعدا وسادت تقديرات لدى الأحزاب العربية بأن الكثير من الناخبين العرب لم يشاركوا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بسبب عدم الوحدة بين الأحزاب واليأس من إمكانية التغيير خلال التمثيل في الكنيسة وتشير الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية إلى وجود أكثر من مليون ونصف المليون عربي في إسرائيل يشكلون 20% من عدد سكان البلاد رفوس الكامل الحواش هذه طبعا أرقام وأحصاءات لكن في قناعات عامة حتى الآن ويبدو نحن من الخارج لنساهم فيها بدفع أهلنا في 48 إلى المشاركة أو عدم المشاركة برأيك هذا الجدل لم ينتهي هذا الجدل من بداية الأمر من بداية إقامة إسرائيل وهو مطروح من ناحية ينظرون على أهمية المشاركة حتى على الأقل يحصلوا على حقوق وعلى خدمات وغيرها ولكن البعض أيضا يطمحون لسياسة في إسرائيل تؤيد إقامة دولة فلسطينية أي المشروع الوطني الفلسطيني ولكن من ناحية الخدمات أو الحقوق هم يرون أن مهما كانت المشاركة العربية في الكنيسة لا يحصلون على كل حقوقهم كاملة انظر مثلا حتى للبدو في الجنوب في النقب الذين ما زالوا مضطهدين يتمتهجيرهم بالتالي كما قلنا في التقرير أن هناك يأس هناك يأس ولكن أيضا هناك مساحة ديمقراطية ممكن أن يحصلوا عليها ولكن قوتهم فعلا إذا كان هناك أكبر تمثيل ممكن لهم في الكنيسة طبعا لن يأتي لهم الذي يكون هناك وزراء عرب في حكومة نتنياهو وحتى في الأزرق أبيض قد يكون هذا صعبا ليسا مفضلا ولكن هناك على الأقل إمكانية بهذا التحرك أنتقل إلى عكا أستاذ أطوان شلحت حضرتك منخر تماما في رصد هذا المشهد بخصوصا المشهد العربي الجدل في هذا الشأن في الداخل هل بدأنا أن نشعر أن هناك دفعة جديدة جيل جديد جيل أهم شيء هذا الجيل الجديد يريد أن يشارك بالانتخابات أم لا يعني واضح أن هناك انقساما في هذا الصداد منذ أن بدأ المواطنون فلسطينيون في الداخل يشاركون في انتخابات الكنيسة هناك طبعا حركة قوية تدعو إلى المخاطع على أساس إيديولوجي لأنه لن يأتينا أي شيء من تحت قبة البرلمان الإسرائيلي وهناك حركة سياسية تعتبر من الحركات السياسية الكبرى أيضا تدعو جهارا إلى مقاطعة الانتخابات أقصد الحركة الإسلامية الجناح الشمالي المحظورة ولكن على ما يبدو أن هذه الدعوات للمقاطعة لا تسقط على آذان صاغية لأنه كما تعلم أن نسبة التصويت بين فلسطينيين في الداخل وإن كانت في الانتخابات الأخيرة أقل من المستوى المطلوب ولكن مع تشكيل القائمة المشتركة في انتخابات 2015 تفعت إلى نسبة لا بأس بها بالمناسبة في التقرير ورد أنه في انتخابات أبريل حصلت القائمتان على أحد عشر مقعدان والصحيح أنهما حصلت على عشر مقعد الآن في هذه الانتخابات أعيد تشكيل القائمة المشتركة وأنا ربما اطلاعي عن كثب على ما يدور الآن من معارك انتخابية هناك حماسة في الشارع للتصويت للقائمة المشتركة لإعادة إنتاج الإنجاز الذي تحققه في انتخابات 2015 من دون بناء أوهام بأن زيادة التمثيل العربي في الكنيسكة ماذا يعني أستاذ أنتوان أن يكون التمثيل بـ 13 مقعد أو 11 عشرة أو حتى الأقصى حسب بعض الأحصارات أنه ممكن أن يذهبوا إلى 16 مقعد طبعا هذا نوعا ما رقم في مبالغة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لا يمكن أن تقوم حكومة في إسرائيل بدون الدخول في مفاوضات مع هذه القائمة وبالتالي المشاركة مهمة المشاركة أنا أعتقد أنها مهمة على مستويين كما أشار لبروفيسور كامل أولا على مستوى الحقوق المدنية ثانيا على مستوى الحقوق القومية لأن الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون نفسهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وجزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية لو لا القضية الفلسطينية لما كانت هناك مشكلة تمييز إسرائيلي أو مشكلة طلاقة أقلية وأكثرية يهودية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي المشاركة مهمة يضاف إلى ذلك أن الجدل القائم بين الداعين إلى المشاركة وبين الداعين إلى المقاطعة هو أن المقاطعة لا يمكن أن تشكل برنامجا بحد ذاته المقاطعة يمكن أن تكون وسيلة من أجل برنامج إذا كان هناك برنامج يمكن أن تخدمه المقاطعة يمكن أن نضع أيدينا ببعض نصبع دكتور صفيان أبو زايد من غزة هناك كلام كثير عن أنه حتى الخارج الفلسطيني نتحدث عن خارج 48 نتحدث عن الفلسطينيين حتى لا نتحدث عن العرب لا يعولون كثيرا وليس لديهم أي تواصل مع أهلنا في 48 وبالتالي لا يعتبرون أن العرب والفلسطينيين لديهم لوبي ضخم داخل إسرائيل بإمكانهم أن يستخدمونه في هذه الانتخابات ما رأيك؟ يعني لا أعتقد أن هذا دقيق على الأقل على الصعيد الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وأينما وجد الفلسطيني في العالم هناك اهتمام وبالفعل نحن نرى أهلنا في 48 جزء من الشعب العربي الفلسطيني وأي حل القضية الفلسطينية سينعكس عليهم بهذا الشكل أو ذاك ولكن في محاولة الإجابة لماذا فقط يحصل العرب على 10 مقاعد أو 11 مقعد وفي أحسن أحوال 13 مقعدا رغم أنهم دخلوا في قائمة مشتركة إضافة إلى عدم النسبة المنخفضة للمشاركة في هذه الانتخابات هناك للأسف الشديد أصوات تذهب إلى أحزاب اليمين وإلى أحزاب اليسرية الأخرى هناك أصوات تذهب إلى حزب العمل وهناك أصوات تذهب إلى ميرك كيف تفهم ذلك كتور صفيان؟ كيف تفهم أن هناك حتى إلى اليكود نعم كيف تفهم ذلك لأن الأحزاب الصهيونية سواء كانت يسارية أو يمينية تحاول أن تنتزع من الوسط العربي أكبر قدر ممكن من الأصوات وبالتالي هناك أصوات تتشتت ولكن العلاج الأساسي أو الرفع نسبة التصويت هي الرد الحقيقي الذي من شأنه أن يزيد من نسبة المقاعد لدى الفلسطينيون العرب في الكنيسة الإسرائيلية دكتور سعيد زيداني أريد أن أسألك أيضا من وجهة نظر الفلسطيني طبعا عندما تحدث عن اليهود الروس أيضا روسيا تشعر أن لديها جالية داخل إسرائيل وأن أيضا أن يذهب نتنياهو إلى موسكو وأحد هذه الأهداف أيضا هو التأثير على هذه الجالية لا نأل يعني ليس لدينا شعور وأريد أن يكون جوابك موضوعي وضقيق في هذا الشأن ليس لدينا شعور أن البيئة الفلسطينية والعربية بشكل عام تعتبر أن لدينا أهل وبالتالي باستطاعتنا التعويل عليهم للتأثير على السياسة الإسرائيلية يعني كما نعرف أن نتنياهو يحاول أن يزيد من المقاعد المخصصة لحزبه في الانتخابات القادمة ويعمل ما يعمل من أجل ذلك هو يزور روسيا ويحاول استقطاب المواطنين الإسرائيليين من أسر روسي كما يذهب إلى المستوطنات ويحاول ويقول أن إسرائيل سوف تضم المستوطنات ومناطق غير الأردن وشمال البحر الميت لأنه جزئيا يريد أصوات المستوطنين ومن جهة أخرى يحاول أن ينفر الفلسطينيين هذا شيء منطقي جدا أن يذهب نتنياهو إلى ذهب دكتور صفيان شيء منطقي جدا أن يفعل ذلك نتنياهو هو السؤال هل أيضا في رم الله في السلطة نتحدث هم مهتمون بهذه الانتخابات ومهتمون بالتواصل مع أهلنا في 48 لكي يشكلوا لوبي ضاغط على السياسة الإسرائيلية بالمستقبل ما سامعني أستاذ عادل عدد شديد في هذا المجال أولا أريد رؤيتك حول هذا المجال أستاذ عادل أولا رصدك للقوة الفلسطينية لأهلنا في 48 حول هذا الشأن والسؤال الكبير افتراضا أن هذه القوة أصبحت فعلا قوة تؤثر بتشكيل الانتخابات ما هي هوية هذا الكيان الإسرائيلي إذا ما كانت حكومته ستكون متأثرة ورهن بمزاج الفلسطينيين والناخب الفلسطيني والأحزاب العربية يعني يفترض أن تشكل 16% من مجموعة من يحق لهم الانتخاب قوة انتخابية بمعنى أنه لو 100% من 16% ذهبوا للانتخابات ستحصل القائمة العربية على 30 مقعد وليس 19 مقعدا ولكن هذا غير مطروح وهذا موضوع خيالي بكل الأحوال المشكلة الحقيقية أمام الجماهير العربية بالداخل وإن كان الموضوع مهم جدا لنا كفلسطينيين بالضف والكل على تواصل والموضوع من سنوات أصبح يحتل مكان هام جدا لدى كل المستويات الفلسطينية القيادة الفلسطينية والفصائل والجميع بكل الأحوال الآن المشكلة الجدية بالداخل هي العزوف بالانتخابات الأخيرة قبل 5 شهور أقل من 50% من من يحق لهم الانتخابات ذهبوا إلى صنانديق الاقتراع بالضبط أظن كانت 49% بمعنى أنه نصف الناخبين نصف من يحق لهم الانتخابات لم يتوجهوا للانتخابات وخاصة أنه نسبة المشاركة العربية أقل بكثير من نسبة المشاركة اليهودية هذا يضعفهم أكثر الآن تسألت سؤال للأستاذ أنطوان أو للإخوان في موضوع أنه ما أهمية زيادة عدد أعضاء الكنيسة العرب ليس فقط أهمية زيادة عدد أعضاء الكنيسة العرب أنهم يكونوا بشكل قوة ويكونوا بحاجة الآخرين باتجاه تمرير أي قرار أو حتى تشكيل العكومة بل الأهم من ذلك أنه كلما ارتفعت نسبة التصويت لدى الجماهير العربية كلما أثرت سلبا على احتمالية اجتياز القوائم الصهيونية المتطر في نسبة الحسم يعني اليوم في قائمة كهانة عثمة يهودية اللي ما يتسمى بالعربي عظمة اليهود عثمة يهودية اليوم كلما انخفضت نسبة التصويت لدى الجماهير العربية كلما أصبحت فرصة دخول جماعة كهانة للكنيسة قوية بمعنى إخراجهم وإسقاطهم من الساحة هو مرتبط أولا وأخيرا بارتفاع نسبة تصويت لدى الجماهير العربية وخاصة أنه كل أهلنا بالـ 48 ومدينة أم الفحم شاهدة ولازالت مسيرة وخيمة واعتصام كهانة على مدخل أم الفحم حاضر بالوعي والعقل والتاريخ فلسطيني هذه المجموعة الكهانستية شعارها أنه العرب برا أنه شعارهم قاعدتهم أنه كل العرب لا يسوون يهودي واحد وبالتالي تقدم هذه الأصوات بمعنى أهمية المشارك العامة تماما تماما بهذا السؤال أعود إليك أستاذ أونطوان شلحت في هذا المزاج الفلسطيني بشكل عام هل لا افترضنا أن خرجت بيانات عن الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة عن فتح والجبهة وحماس والجهاد تقول أولا تدفع باتجاه أو لديها خطاب يشجع فلسطينيه 48 أهلنا أن يشاركوا بهذا الانتخاب هل هذا يؤثر سلبا أو إجابا أو لا يريدون تدخلا في شؤونهم أنا أظن أن الملاحظة التي يمكن أن تقال للقوى السياسية الفلسطينية والقوى السياسية العربية في الخارج هو ليس ما يتعلق بالانتخابات إنما في كل العلاقات الثقافية القائمة بين العالم العربي وبين الفلسطينيه 48 أنا أعتقد أن صدور بيان كهذا لن يلقى قبولا واستحسانا من قبل الفلسطينيين لأنه ينطوي على تشجيع نحو الأسرلة يعني بمعنى أن هذه الفصائل تفطن إلى وجود كما قلت أخي محمد جالية فلسطينية في الداخل فقط عند وقت الانتخابات وحصل مثل هذا الأمر في السابق عندما أرادت بعض الجهات الفلسطينية أن يفوز رئيس حكومة معين على رئيس حكومة آخر أنا برأيي أن الفلسطينيين والعرب في الخارج يجب أن ينظروا إلى هذا التجمع الفلسطيني في الداخل فعلا كتجمع عربي عربي الهوية وعربي التوجه وأن يصار إلى سياغة مشروع وطني يستوعب هؤلاء الفلسطينيين ضمن المشروع الفلسطيني وضمن المشروع القومي العربي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنتوان ابقى معنا سنعود إليك بعد قليل وناقش أمور أخرى لها علاقة بالانتخابات أولوان في الداخل هذا النقاش الداخلي بين مدني وديني ثانيا مستقبل هذه الانتخابات على كل التسوية أو عدم التسوية وخصوصا ما يحكى عن إطلاق صفقة القرن بعد الفاصل مجهر على الانتخابات الإسرائيلية موضوع نقاش أبعاد هذا المساء أنتقل إلى الرمالة من جديد دكتور سعيد زيداني أذكر بأنك أستاذ الفلسفة في جامعة القدس هل هناك أي تأثير لهذه الانتخابات ومهم جدا أن نجيب في حال بقى نتنياهو رئيسا للوزراء أو لم يبقى نتنياهو رئيس الوزراء بمعنى أكثر هل نضع الجميع في سلة واحدة أم أن السياسات تختلف ما بين شخصية وأخرى يعني ليست هناك فوارق شذرية بين المعسكرين الرئيسيين المتنافسين في هذه الانتخابات ولكن من عشر سنوات نعرف نتنياهو ونعرف أولوياته وأهدافه وحلفائه فنتنياهو يعني كشخص أيديولوجي عقائدي ينوي فعلا ضم الكتة الاستطرانية إلى إسرائيل وينوي فعلا ضم غور الأردن إذا حظي بالمباركة الأمريكية ومباركة الدول الحليفة يعني لديك شعور أن هذه خطة وليس فقط شعار انتخابي يعني برأيك أن هذه خطة فعلا يذهب هذا الاتخاب هو شعار هو الأمرين معا يعني هو شعار انتخابي وهو من ناحية ثانية هذا الشعار الانتخابي ينسجم مع قناعاته الأيدولوجية إلى حد بعيد ومن ناحية ثانية يعني نحن نعرف أنه أثناء فترة حكم نتنياهو المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية معطلة تماما وهناك قطيعة بين الجانبين والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لا تعتبر السلطة الفلسطينية شريكا لأي اتفاق مستقبلي وحريصة كما نعرف على استمرار الانقسام بين الضفة وغزة ولكن يعني الحكومة اللي يمكن أنها تكون بديلة بقيادة جانز وشركائه حلفائه يعني هذه الحكومة قد تختلف في التوجه العام مستعدة للتفاوض مع الطرف الفلسطيني مستعدة للحفاظ يعني الهاجز الأساسي هو الحفاظ على دولة إسرائيل بأغلبية يهودية ساحقة ومن هنا يعني هذه الحكومة مستعدة للتنازل يعني إلى حد بعيد في الضفة الغربية طبعا يعني الكتر الاستيطانية والقدس يعني هي من داخل الإجماع الصهيوني بين المواسكرين يعني هناك خلاف بين المواسكرين ولكن هذا الخلاف ليس جذريا هناك خلافات أخرى طبعا بطبيعة الحال فيما تعلق بشؤون العلاقة بين الدين والدولة بأمور اقتصادية وأمور داخلية لكن على مستوى العلاقة في موضوع العلاقة بالتسوى يبدو أنه كمان خلافات كما أشعر دكتور سعيد زيداني هي خلافات طفيفة أشكرك جزيلة شكر كنت معنا من رام الله بروفيسور كامل الحواج حول هذا الشأن في كلام يقال أن نتنياه هو جزء من هذا المجهد الدولي الراهن دونالد ترامب في الولايات المتحدة فلاتيمير بوتين في روسيا وهناك من يقول أيضا تحليل آخر أن نتنياه هو أصبح زائدا على هذا المشهد لا يمكن تمرير أي صفقة قرن أو تسويات جديدة بهذا الجمود الذي متعلق بشخص هذا الرجل يعني نعم أنت كمان ممكن أن يمتد إلى بولسرانو والبرازيل وغيره كل الخط الشعبوي في العالم وهو في أقصى الشرق نتنياه هو إلى حد ما يعني لو سألته من خمس سنوات أنك ستحصل على القدس وتحصل على الجولان وأن موضوع اللاجئين قد يقزم إذا صح التعبير سيقول هذا قد يأخذنا عشرين سنة حصل عليه في سنتين ولكن أيضا هو يقول أن يريد أن يحقق مكاسب أخرى انتخابيا نعم ولكن أيضا لإسرائيل الكبرى ولهذا أعلن عن موضوع ضم الغور الأردن والشعبية هل الأعلان وأنا يعني ملفتني ليس فقط الأعلان أنه كان فيه إجماع عربي شاجب مستنكر رافض وكأنهم اتفقوا على أن الأمر جدي وليس شعرا انتخابيا أنا أعتقد أن الأمر جدي يعني هو في الواقع إذا نظرنا الموضوع بموضوعية أكثر طبعا يعني لا يحتاج لفرض سيادة إسرائيلية يعني إسرائيل تحتل فلسطين من النهر إلى البحر لا يستطيع أي شخص أن يزور فلسطينيين إلا عن طريق معبر إسرائيلي هم يتحدثون عن موضوع الأمن أنه عليهم أن يكون قالوا سمعت أحدهم يقول لا نريد زي فلدلفيا عند غزة يعني بس ممر صغير لحمايتنا نريد هذه المساحة الشاسعة ولكن الهدف منه هو بالنهاية إسقاط أي أمل عند الفلسطينيين لتحقيق دولة فكما قلت في مقال ينشر اليوم موضوع عن دولة جوار دولة أخرى دولتين متجاورتين ليس واردا هي دولة داخل دولة أو دولة أو سمها ما شئتين ولكن السؤال الذي لا يستطيع أحد منه الإجابة عليه كيف ستتحكم بحياة ست ملايين فلسطيني إلى الأبد هذا السؤال الكبير دكتور صفيان أبو زايد من غزة هل الفلسطينيون هل حضرتك شخصيا عندك مرشح في هذه الانتخابات هل تعتبر أن نجاح هذا بشكل صريح لأنه أحيانا الكلام العربي لا يريد أن يعترف أنه هناك سيء وأسوأ بالتالي هل تعول على نتيجة معينة في هذه الانتخابات يعني هو ليس هناك أصلا سيناريو واضح أو شخصية معينة ممكن أن لديها حضوظ أكثر من غيرها الخرطة السياسية في إسرائيل في هذه الانتخابات معقدة جدا وكل الخيارات مفتوحة بمعنى قد تكون هناك حكومة تلاف وطني وقد تكون هناك حكومة يمينية يستطيع استدراج لبرمان إلى هذه الحكومة وقد يستطيع أن يأخذ جزءا من أزرق أبيض أو جزءا من حزب العمل ليكمل الواحد وستين مقعد ويشكل حكومة بمعنى كل الخيارات مفتوحة ولكن لا أعول كثيرا على أي شخصية سياسية في إسرائيل الآن لأن المطروح هم اثنان الأول هو نتنياهو أو من سيخلق في عزب الليكود وليس هناك خيارات كثيرة جيدة والآخر هو بني جانس ليس هناك خيارات أخرى هل هناك فروقات؟ لا أعول كثيرا لأن الوضع الفلسطيني الوضع الفلسطيني والوضع الإقليمي والدولي هو يصير في خدمة إسرائيل ليس باتجاه الفرد حل سياسي قائم على حل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية نحن بعيدون جدا عن هذا الطرح اليوم الحديث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية وضم المستوطنات وضم غور الأردن لم يسقط حجر من السماء لا في العالم العربي ولا لدى الفلسطينيين أيضا عندما تطلق هذه التصريحات ليلة نهار في السابق كان الإسرائيلي محرم عليه حتى وأن كان مقتنع في هذا الأمر محرم عليه سياسيا أن يقول هذا الكلام ويصرح بهذه التصريحات الآن يشعرون أن الملعب مفتوح أمامهم والأرض الفلسطينية مستباحة والقضية الفلسطينية مستباحة وبالتالي هذه فرصة لن تتكرر من أجل تحقيق ما كانوا يحلمون في تحقيقه دوما في هذا المجال أستاذ عادل شديد من الخليل الملاحظة أن الكل وأنا استغربت بعض الطرحات التي أتى بها يهود راك أو اليسار بالمعنى التسوية الشاملة وكل ذلك يفترض أنها شعارات غير براقة للناخب الإسرائيلي كيف تفهم أن هذا المجتمع ينتخب من يقول أننا سندمر وسنطلق صواريخ وسنزيل حماس وندمر إيران ونرفض الدولة الفلسطينية هل من يطرح هل الحزب الذي يطرح ذلك أو الشخصية التي يطرح ذلك تحمل أمانا إلى هذا المجتمع الإسرائيلي يعني لا شك أن المجتمع اليهودي وليس النظام السياسي والأحزاب ذهبت كثيرا باتجاه اليمينية سواء الدينية أو القومية وبالتالي أصبح تسمية يسار معيبة في إسرائيل قل ما تجد إسرائيل أو حزب يعرف ذاته أنه يسار اليوم معيب واليوم نجح اليمين في إسرائيل سواء الديني أو القومي عبر ماكنة إعلامية وعبر مخطط ومنهج ومدروس من شيطنة وتخوين حتى ما يسمى باليسار بحيث أنه أصبح مكروها وأحيانا تشعر أنه في بعض الكراهية من قبل اليمين الديني والقومي اتجاه مكان يسار أكثر أو يشابه للكراهية اتجاه العرب وزادت بالعامين الماضيين الذي يتابع ما يحدث داخل المجتمع اليهودي من تحولات اتجاه محكمة العدل العليا اتجاه الصحافة اتجاه المؤسسات الأكاديمية التي تشكل ركائز ومكونات ما كان يطلق عليه يسار واضح أنه فيه استهداف كبير وأكثر اتجاه العرب اليوم هيك المجتمع اليهودي ولكن بالمقارنة ما بين الحزبين الكبريين اللي كود بزعامة نتنياه وأزرق أبيض بزعامة الثلاثي المجموعة الضباط العسكريين والإعلام اليميني الفارق الوحيد ما بين الطرفين بالمناسبة هم متفقون على معظم القضايا حول الغور هناك إجماع حول القدس حول اللاجئين حول الحدود حول المعابر حول الأجواء حول عدم وجود دولة فلسطينية إنما جانتس يرى أنه يجب الحفاظ على الأغوال وعدم تسليم الأغوال وعدم الانسحاب ولكن يجب المفاوضات مع السلطة للوصول إلى هذا الحل نتنياهو يقول لا أنه نتنياهو اليوم يتأثر بالفلسفة الدينية اليمينية جماعة المستوطنين الذين ينفون وينكرون ولا يعترفون بوجود أصلا شعب فلسطيني بهذه البلاد ومثلوا لكي يتفاوضوا معه حول مستقبل فلسطين التي يسموها أرض إساء الكبرى بمعنى أنه اليوم نتنياهو واليمين الديني والقومي يرى أنه حسم الأمور من خلال الضم وبالمناسبة استكمالا لحديث الإخوان حديث نتنياهو حول موضوع الضم الغور كمرحلة أولى وزيارته لمدينة الخليل قبل أسبوع أو أكثر هي ليست شعرات انتخابية فقط هي تزامنت مع الانتخابات لكنها جزء رئيسي من مشروعه بل هي الجزء الأهم وهي المشروع اليوم واضح تماما في تحالف قوي جدا ما بين نتنياهو وما بين اليمين الديني الاستطاني المؤمنين بما يسمى أرض إسرائيل الكبرى بما فيها الضفة التي تسمى تورتيا اليهودة والسامرة هذه الأداة الانتخابية الحقيقية لنتنياهو هو طبعا بشكل أو بآخر عقائديا يسير في هذا الاتجاه أستاذ أطوان شلحة تريد منك أيضا رأيك في هذا النقاش لكن أيضا هل ما زال المجتمع الإسرائيلي عائش على فكرة الخوف حتى مجتمع الأعمال مجتمع البزنس مجتمع النيو تكنولوجي كله يستند على أن كل هذا الاستثمار وكل هذا الازدهار يعول على قوة إسرائيل وليس على أي تسوى سلمية صحيح تماما تشخيصك أستاذ محمد أنا أعتقد أن نتنياهو عندما تسلم رئاسة الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من عقل جاء في بعض التحليلات أن استراتيجيته الوحيدة تقوم على أساس سلم من الخوف وأن درجات هذه السلم تتغير تبعا للظروف الداخلية والظروف الإقليمية يعني في السابق كان في الدرجة الأولى هناك التهديد الإيراني أحيانا تجد أن هناك التهديد الفلسطيني في هذه الانتخابات مثلا هناك تهديد المواطنين الفلسطينيين في الداخل وهذا الأمر على ما يبدو أنه يخاطب الوعي الجمعي الإسرائيلي الذي يقوم على أساس أنصر الخوف هناك نقطة مهمة أخرى أشير إليها على نحو جيد هو أن موضوع ضم أراضي محتلة في مناطق سبعة وستين هو موضوع مطروح في أجندة كل الأحزاب الإسرائيلية وليس فقط في أجندة حزب الليكود الفارق الوحيد مثلا بين الليكود وأزرق أبيض هو أن الليكود يريد أن يضم كل المستوطنات ويقول أن ما يسمى المستوطنات النائية يجزء من هذا الضم في حين أن أزرق أبيض يقول أنه يريد أن يضم الكتلة الاستيطانية الكبرى وأن يجد تسوية لما يسمى بالمستوطنات النائية هذا هو الفارق الوحيد وأمر آخر أيضا جوهري يمكن أن تشير إليه هو أنه ليس إسرائيل قادر على القيام بكل شيء إنما هي تستفيد أيضا للأسف الشديد من الوضع الفلسطيني ومن الوضع الإقليمي ومن الوضع الدولي هذا الوضع هو بالنسبة إليها فرصة ذات طيب أستاذ أنتوان قبل أن يتدركنا الوقت جواب لا أريد سريع لأنه متوسط بشكل أو بآخر لفتني أيضا هذا الجدل هذه المنافسة ما بين حزب أزرق أوبيض وما بين حزب إسرائيل بيتنا على ليبرمن على التغزل بالمجتمع المدني ومحاربة الأحزاب الدينية هل هذا شيء جديد وهل هذا شيء يجلب أصوات في إسرائيل؟ يعني هذا ليس شيئا جديدا الآن الصحيح أن محور الدين والدولة هو محور يحضر في كل معارك الانتخابات الإسرائيلية ولكن تتعين مرتبته على ما يواجه هذه الانتخابات من جدل في القضايا الداخلية بالنسبة لليبرمن أنا أعتقد أن هذا المحور الآن يحتل مركزا متقدما في أجندته لأن استمرار الصراع بين الدين والدولة في كل ما يتعلق في قضايا الأحوال الشخصية تسبب بخسارته قاعدته الأساسية وهي قاعدة المهاجرين اليهود من الاتحاد السلطي السابق علما بأن لليبرمن أبرم الكثير من الصفقات بين حزبه وبين القوى الدينية بين حزبه وبين الأحزاب الحريدية وهي للمتشددين الدينيين بحيث لا يمكن التعويل على موقف لليبرمن هذه لبناء موقف ربما أكثر تشددا بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئيسية أشكرك جزيل أشكر أستاذ أطوان شرحات الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من عكا أشكر أيضا دكتور صفيان أبو زايلية الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من غزة أشكر دكتور سعيد زيداني الأستاذ الفلسفة في جامعة القدس كنت معنا من رامالله وأشكر أيضا الأستاذ عادر شديد وهو باحث في الشأن الإسرائيلية كنت معنا من الخليل أشكرك جزيل شكر البروفيسور كامل الحواش تصحيحا وتصويبا حضرتك رئيس حملة التضامن مع فلسطين مجهر على الانتخابات الإسرائيلية كان نقاش أبعاد في هذا المساء شكرا لانتباه إلى اللقاء